أقات التركية المصرية أو محاولة مصر للتصدي لهذه التدخلات التركية بالمناطق العربية فيبدو أن مصر قد قررت أن تواجه أنقراء في دولة عربية أخرى وتحديدا هي العراق وفي مطلع شهر يونيو الماضي شن الجيش التركي هجمات جوية وبرية استهدفت فيها حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان شمال العراق أطلقات على هذه العملية العمليات الجوية مخلب النسر بحسب التوصيف امتدت من سلسلة جبال قنديل شمال كردستان وصولا إلى قضاء مخمول جنوب شرق محافظة نينو وقضاء سنجار شمال غربها ثم تلتها بأيام اجتياح بري هذا الاجتياح البر من قبل تركيا تم أيضا إطلاق عليه اسم مخلب النمر توغلت نحو ثلاثين كيلو مترا في عمق الأراضي العراقية مخالفة بذلك الاتفاقيات المنصوص عليها بين البلدين منذ ثلاثة عقود بعض الضربات الجوية تهمت بغداد أنقرة بانتهاك سيادتها وعدم احترام المبادئ ومبادئ علاقات حسن الجوار مصر كانت أول مساندين للعراق حيث سرعان مبادرت إلى توطيد العلاقات وعرضت الدعم الدبلوماسي والسياسي في التاسع عشر من يونيو أدانت الخارجية المصرية التدخل للعسكري التركي وفي الثالث من يوليو أدانت الخارجية المصرية مرة أخرى الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية فيما أكدت أن مزاعم الأمن القومي التي بررت بها أنقرة تدخل على أساسها ليس لها أساس من الصحة وأن أفعالها غير مقبولة وتقود السلامة والأمن الإقليميين وبالرغم من تهديد العراق باللجوء إلى تقديم الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لأن تركيا ردت بإعلانها إقامة خمسة قواعد عسكرية مؤقتة جديدة لها وذلك في إقليم كردستان العراق داخل أراضي العراقية وأفادت أيضا مصادر كردية العراقية أن تركيا كانت قد أسست 19 قاعدة عسكرية ومركز استخباري سابقا ليصبح مجموع كل هذه القواعد 24 أهمها قاعدة بامرني التي تضم مهبطا للطائرات قرب محافظة دهوك فضلا عن معسكر أزليكان في بعشيقة شمال شرق الموصل وفق مراقبين فأن تركيا تستهدف العراق لسببين أولهما توسيع النفوذ في المنطقة من خلال تواجد العسكري عبر القوات وعبر القواعد شمال العراق ثانيا استهداف الأكراد والمقيمين شمال العراق وسوريا ويرى المراقبون أن مصر تحاول إحباط هذه الخطة الخطة التركية في العراق بالاستفادة من التقارب العام وقبول الدور المصري لهذا السبب حيث عززت إجراءاتها الدبلوماسية من خلال الجامعة العربية ووزارة الخارجية وذلك بغرض دعم العراق اشتركوا في القناة